بفضاء قصر البديع بمراكوش افتتحت فعاليات مهرجان مراكوش العالمي للشعر المنظم في إطار اختفالية مراكوش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 بمشاركة ثلة من الشعراء من دول عربية وإسلامية وإفريقية تتواصل الفعاليات بعقد ندوات فكرية وتقافية أولاها ندوة الشعر والتصوف بكلية اللغة العربية والتانية هي ندوة المعتمد بن عبات دلالات وأبعاد وترم هتانين ندوتان تعزيز البعد الفكري لهذه التظاهرة التي لا تحصر مجالها فقط في الشعر ولكن تنفتح على عدة مجالات متنوعة ذات بعد ثقافي وطربوي واجتماعي وشهدت هذه الأمسية الثقافية تكريم الكاتب والصحفية الفلسطينية غسان زقطان الذي رسم عطاءته الشعرية بمداد من التمييز داخل منظومة الشعر العربي والإسلامي لفتة حب من المغرب واتحامل مع نفسي بالإضافة لأنه ابتهجت فعلا بهذا التكريم أنا أرى أنه كما أشرت لك أنه هو نوع من التكليف لحمل هذه الرسالة أنا سأعي بريد ساعده الحظ والحب والشعر وعرفت هذه الأمسية الثقافية حضور عدد من الشعراء والمهتمين والباحثين والنقاد كما تخللتها فقرة موسيقية من أداء فرقة جناو المركشية موسيقى